خدي بالك إنه في بنات وستات مبترضاش تحكي علشان أهلها ما يقلبوش على جوزها طب هي بعت القصة بس بتقول لأختها بدفع الفطفضة يعني ده منطقي ممكن نحسن وش معنى جوز أختها عدى الموضوع كله صحيح جوز أختها عدى إيه هو ليه وجوز أختها هيدخل لأ أنا هو بيقوله ما هو التاني بقى عمال يتكلم هيقوله بقى ادي مراتك بتتكلم علينا ليه وجابت لمراتي جابت لي الكلام وفي الأرياف لوما في مكان في الأرياف يا ما يفعش ستة تصغر جوزها وتخلي الناس تتكلم عليه ما تخليك في بيتك وربي عيالك بدل ما تقعد تتكلمي على الناس خلي الناس تتكلم علينا وتقول أن أنت مهتمية بحاجات تانية ما تحترمي نفسك وقعدي في بيتك وحترمي نفسك بل ما صارتك تجي في كل حوار مهتمش هو في كل ده يعني فهمه كل ده هو ما هموش وكمل معامراته عادي في حاجة غلط انت شايف إيه الغلط أنا شايفة قصة منطقية وبتتكرر كل يوم في بيوت مختلفة بس مش بالبشعة دي لأ والله يقابشع والله يقابشع أنا عايز أقولك على حاجة بيت العيلة ده أنا هقولك على حاجة بيت العيلة مش في الأرياف بس كده أو في الأقاليم كده حتى في ظل البيوت الأرقى أو الناس متعلمين تعليم عالي أو ثقافتهم عالية بيمشي كده برضو بس الفروق طفيفة يعني بتلاقي ما بين كل بيت والتاني في حاجات مختلفة بس لازم في تدخلات لازم في سيطرة طول الوقت يعني هي ما بتفرقش ببيت ده في قرية ولا في مدينة ولا في الساحل ولا في أقلاء هو في تدخل يعني سمات الحموات بتبكرها زي بعض؟ في الغالب يعني نمط الحموات نمط الحموات بقى قريب جدا إنه في سيطرة في تدخل في حب امتلاك هو يعني ربي يا خيبة للغيبة الغيبة آه يعني الله حق آه يعني في واحدة هتيجي تاخده على الجارز يعني آه يعني واخدين منك برطمان عسل ودي حبة كريز لا اللي هو أو ليه بيعملوا كده صحية؟ آه هي فعلا بتشوفوا ملكية خاصة عشان كده احنا دايما نقول ايه ما تقوليش ابنك ده بتاعي ما تقوليش بتاعي ما تشيقهوش لا بس الكارسة العلمك عارفة لو الحامة طالها منها كده هنقول ست بس لما بيطلع من الراجل بتبقى زي ما احنا شايفين ناردة في قصة حقيقة بايخة منك قوي لما يبقى راجل بيعمل حركات الستات حركات الستات ما تخلاشت تفهمت هتحط ميك اوب بو ايه يعني و ايه الموقف ده؟ بصي حركات الستات دي هتخليهم يقولي الناس تقولنا احنا يعني بنبص للستات بصة مخامة لا اصلا الستات بتركز يعني هو لا احنا عمرنا احنا يعني احنا ستات نقلل من ستات لا انا قصبي نست دايما بتركز الست دايما ممكن لو انتي غيزك واحدة عشان برضو نوضح تانكيو دوكتور نيكو لو غيزني واحدة انا ممكن اضايقها من غير ما افتح بوقي يعني ممكن تبقى رجالة قاعدة ومش عارفين اننا وهي بين حرب قيمة حرب بردة بس انا خليك تقومي تكلمي نفسك فهو الراجل لما اعمل حركات دي دي بتبقى كارسة لما تبقى عامل كده احنا اطلع مننا كده احنا غيزين يا سيد لا استخدام العاطفة والعيات في الابتزاز دايما هتلاقي من سمات السيدات اكتر طبع ده سيكون جيدا يعني مش اه اه الظبت كده فايه الراجل ليه بيعيط وببهدل الدنيا ما اعتقدش انها بتهول لما تقول بيعيط يعني اعتقد ان هي فعلا شافت تواضع غريب يعني انه انت بتبهدل الدنيا الافوارة دي بس الغريب انه كان ماشي معها كويس جدا لما اتضرب ما بقاش يدفع عنها وتقلب عليها اه لا مكانش ماشي معها كويس بس خليني اقولك حياة لا ليه مكانش الاول وحش كده قاعد يقول انتوا بتعملوا معها كده ليه واصلا كان حكيرهم على حافظات السجل الجيد من الاول اه بس اي علاقة في الدنيا بيتم اختبارها مش في شهر العسل بتاع العلاقة يعني ايه شهر العسل بتاعها يعني في الدنيا وهي لطيفة لسه في الاول بيتم اختبارها لما تبتدي الضغوط تدخل للحياة بقى ايه بقى يبقى فيه ضغوط مادية ضغوط اجتماعية زي اللي بيعملها الاب والام بيمارسها الحمى دي فبالتالي بتبتدي تشوفي الراجل على حياته وزي هو يعرف الستة على حياته لكن طول ما احنا لسه مخطوبين كان لطيف وطير بيها عادي واه اول الجواز كانت هيا عاية تسمعي كلين انا احنا لازم نتجوز عشان نعرف ان الجوازة مش تنجح هي كانت فاكرة ان هيا لما بعد الجواز مفاجآت صارة لازم يبقى فيه مفاجآت يا ريك خطي انا لعي يا ريك خطي بادي